أعزائنا المشاهدين طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الخامسة والحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات حماية الاجتماعية في فلسطين بين الواقع والطموح في هذه الحلقة نسلق الأضواء على المرجعيات التشريعية الوطنية والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية في فلسطين مدى انسجامها مدى اختلافها وما هو المطلوب حتى نتمكن من تحقيق أو الوصول إلى منظومة تشريعية متكاملة متماسكة تغطي الحق في الحماية الاجتماعية وتضمن لأصحاب الحق الحصول على الخدمات التي تمكنهم من العيش بكرامة ضمن برنامج حماية يتمتع فيه جميع المواطنين بحقوقهم وأيضا ما هي الخطوات المطلوبة لكي تتمكن الدولة من القيام بالتزاماتها أو لفاء بالتزاماتها نحو الحق نحو أصحاب الحق في الحماية الاجتماعية يسرني في هذه الحلقة استضافت كل من السيدة خديجة زهران وهي مدير دائرة الرقابة على التشريعات في الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان صباح الخير أهلا وسهلا أستاذة خديجة يا أهلا يا سعد صباح وأهلا بك أستاذة خلود عبدالخالق الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية ومسؤولة الحماية في الوزارة وأيضا مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة أهلا وسهلا أهلا بك لأجباء المشاهدين أستاذي خديجة نبدأ بهل لدى فلسطين منظومة قانونية بشكل عام وليس فقط في موضوع الحماية هي تنسجم مع منظومة المواثيق الدولية التي تتحكم أو توجه دورنا أو أداءنا في مجال حقوق الإنسان أعتقد أن الإجابة بشكل عام على السؤال هذا يعني مش يعني ما بتعطي تصور شامل لموضوع الانسجام التشريع ما بين التشريعات الوطنية النافذة وما بين الاتفاقية الدولية هناك عدد من التشريعات غير منسج مبتاتا مع جوهر الاتفاقية الدولية والارتكازات الأساسية لمبادئ حقوق الإنسان مثل منظومة قوانين الأسرة تنظيم الأسرة الأحوال الشخصية بحاجة إلى تغيير شمولي لأنها تخالف جوهرها مبدأ المساواة وعدم التمييز في أن بعض القوانين مثل قانون العمل قانون العمل في الخدمة المدنية بالقطاع العام نستطيع أن نقل هناك انسجام كبير ما بين هذه المنظومة والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان لكن بحاجة إلى إجراء عدد من التعديلات والتنقحات ضمن مفهوم المواثم التشريعية اللي هي جزء من التزام دولة فلسطين نتيجة انضمامها للمواثيق الدولية طيب فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية حقيقة يعني إذا بدنا نشير لأهم المواثيق الدولية التي تتحدث أو تتناول هذا الموضوع يعني العهد الدولي حقوق الإنساني والاجتماعي كافة الاتفاقيات الخاصة ابتداء بالفئات مثلا اتفاقية حقوق الأشخاص دولي عاقة اتفاقية سيدا والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حكت عن حماية النساء اتفاقية حقوق الطفل كمان بنحكي على اتفاقية التمييز العنصري اضافة لبعض الاتفاقيات كذلك اللي بنحكي عنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نص صراح على مفهوم الحماية ومبدأ الحماية كمبدأ أساسي يجب على الدول أن تقوم بتوفيره للأفراد الأكتر هشاشة طبعا والحماية إلها مجالات وقطعات وسيعة طيب قبل أنتقل الأستاذ خلود دسك السؤال بل مطلوب بشكل عام لكي تتوافق أي دولة أو توفق الدولة بين التزاماتها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية شو المطلوب على الدولة القيام به من ناحية تشريعية؟ يعني هناك التزامات على الدولة القيام بها من أجل أن نصل إلى تلائم بين القوانين والتشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية أحكي من خلال خبرتي وعملي بالهيئة أو من خلال عضويتي في لجنة مواثم التشريعات كممثل على الهيئة بالفعل إحنا بدأنا حقيقة نكتشف كثير فجوات في موضوع اندمامنا للاتفاقية الدولية مش الاندمام كموضوع حقوقي أو التزام على الدولة لا إنما كيف يمكن أن يتم الموائمة إحنا بدأنا بالاندمام دون أن نجهز أولا البيئة التشريعية المناسبة ما معنى أن أقوم بالعمل سنوات طويلة على موضوع قانون حماية الأسرة من العنف ولا أجد أصطدم في النهاية بعد عمل طويل واستنزاف للموارد البشرية والمالية لا عدم وجود أو ضعف إرادة حكومية في إقراره في عنا مثلا نظام التأمين الصحي للأشخاص دول إعاقة أصطدم أشغل على تطويره بعد حراك طويل وإسرار كبير من الأشخاص دول إعاقة والحقوقيين أصطدم بعد مقابلته للتنفيذ نتيجة احتياجاته احتياجه لموازنات عالية للتنفيذ إحنا بحاجة لعملية المؤمن ليس فقط لإرادة سياسية إحنا بحاجة أن تكون تشريعاتنا حين نقوم بموآمتها مضمونها مع الاتفاقية الدولية أن يكون هناك كوادر بشرية مؤهلة للتعامل أن يكون هناك موازنات لا يكون قانون وكل نص قانوني له تكلفة اقتصادية صحيح إذا بنحكي على الحماية كمثال فهي موضوع اقتصادي بحث قبل أن يكون موضوع حقوق إنسان هو موضوع اقتصادي ولكن جزء كبير منه يقع على عاتق الأصلا الأشخاص ومدفوع من قبلهم صحيح والجزء الأكبر في موضوع الالتزامات حقيقة وهو ومش شماعة وهو دور الاحتلال الإسرائيلي في ضعف أو عدم قدرة السلطة على إنفاذ أوداد فلسطين على إنفاذ التزاماتها لا يمكن أن نطالب بوضع قانون وتطبيقه وهو غير نافذ في مناطق سي أو لا يمكن تطبيقه في مناطق سي أو مناطق القدس الشرقية ولا يمكن أن نتحدث على منظومة حماية وإقرار قوانين وهناك احتلال الإسرائيلي يقوم بتهجير مئات وآلاف المواطنين من مناطق حياتهم وسكنهم وهناك العنف وهناك التحكم الاقتصادي وهناك أيضا على تداءات الميدانية اليومية نعم يبدأ أحكي على شخص أنه يجي على مراكز المدن يأخذ الحماية وهو غير قادر نتيجة الحواجل العسكرية نعم شكرا أستاذي خلود إذا كنا يعني فلسطين نفهم الحماية لعنها مجموعة الأنظمة والقوانين والسياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى التقليل من حجم المخاطر على الفئات الاجتماعية المختلفة هذا يعني أن هناك حاجة إلى تطوير بعض الأنظمة واللوائح والقوانين التي تمكننا من تسيير وتنظيم وتفعيل هذه الخدمات المتعلقة بالحماية بشكل يعني يحقق الهدف من فكرة الحماية الاجتماعية إلى أي حد أو بأي عدسة ترى وزارة التنمية الاجتماعية واقع الحماية في فلسطين استناداً إلى التشريعات الوطنية والموثيق الدولية والبرامج والخدمات المقرة أصلاً أولاً اسمح لي أن أشير أن الحماية الاجتماعية بالإطار العام هي مظلة متسعة بتتقاطع مع كثير من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين لتغطية كافة الالتزامات لكافة الفئات المواطنين بما فيهم على وجه الخصوص الفئات المهمشة يعني فيما يتعلق بكافة إجراءات وأقطر الحماية الاجتماعية لدينا زي ما أشرت الزميلة خديجة إطار دولي وإحنا قطعنا منذ إنشاء السلطة قطعنا دور كبير بإعداد المزيد من التشريعات لكن هذه التشريعات جزء منها حتى اللحظة نعاني من فراغ هو غير موجود أصلاً بما فيه وأهمه منظومة الضمان الاجتماعي اللي تم إن المؤسسة اشتغلت لمدة سنتين نتيجة الإجراءات اللي صارت في البلد وأيضاً المسئولية الاحتلال اللي أفشل هاي المؤسسة كمان زي ما أشارت زميلتي خديجة كمان مرة فيما يتعلق بمنظومة الأسرة وحمايتها وقوانينها اللي تستوجب علينا إصدار هاي القوانين لغايات إنه بتكون الحماية الاجتماعية أولاً بالإطار الأساسي هي بالإطار الأسري ومن ثم إنه يكون في عنا تشريعات أوسع بتغطي حقوق والتزامات الدولة تجاه الأشخاص ذوي العاقة والمسنين والعمال والمرضى وما إلى ذلك الفئات المهمشة بشكل عام لكن اسمح لي أقول أنه برغم أنه تعطل المجلس التشريعي لسنوات وبرغم كل التشريعات اللي عديناها بهاي الفترة وهو جزء كبير منها صدر إلا أنه ما زالت المنظومة حتى اللحظة بحاجة لكتير تشريعات بحاجة لإقرار مجموعة من السياسات والإجراءات الضامنة أكتر لحقوق الإنسان يعني التعديل التشريعي مرات بيشمل إلغاء قانون ساري لأنه يتعارض مع قوانين حديثة كون قانون قديم أو مع موثيق دوليين ضمت إليها فلسطين أو تعديل قانون حالي أو استحداث قانون جديد على أجندتنا أو من وجهة نظرك أستاذ خلود هل نحن بحاجة إلى قوانين أكثر أو بحاجة إلى تعديل بعض القوانين السارية أو حتى إعمال بعض القوانين التي لم تطبق يعني أنا بعتبر في قوانين أساسية من المفروض أنه إحنا نصدرها وما زالت هي مسودات على طاولة الحكومة بما فيها قانون وزارة التنمية الاجتماعية لأنه ما زالت الوزارة في الضفة بتشتغل على قانون ال56 وهذا قانون قديم بحاجة لشمول ومواكبة مفهوم الحماية الاجتماعية العصر الواسع الشامل ليشمل ويغطي كافة احتياجات الفئات المهمشة أيضا في بعض التشريعات لأ من الضروري أن يكون لدينا تعديلات تنسجم مع الاتفاقيات الدولية اللي تم إقرارها بالمواكبة من 2014 حتى اليوم لأنه إحنا تقريبا إلنا 10 سنوات العديد من الاتفاقيات صادقنا عليها كدولة فلسطين أيضا إحنا في بعض التقارير في بعض الاتفاقيات صدرنا التقرير الأول ونحن بصدد التقرير الثاني زي اتفاقية حقوق الطفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بلغنا مؤخرا أنه التقرير الأول سيتم مناقشته في شهر 8 25 وأيضا تم إعادته لنا كدولة فلسطين الإجابة على قائمة المسائل اللي بتستدعي أيضا التركيز على بعض القضايا وأهمها ما يجري من حرب وإبادة وعدوان على قطاع غزة والضف الغربية وإحنا نرتقي أنه نقدم ملاحق في هذا الخصوص لوضع الإضاءة أكتر على ما يجري في غزة شكرا أستاذ خديجي يعني ما أهم الموثيق الدولية ذات العلاقة المباشرة بالحماية الاجتماعية يعني حكينا عن تفاقية حقوق الطفل حقوق الأشخاص ذوي العاقة تفاقية المرأة إلى آخره بس الموثيق التي تم نشره وهي سارية في فلسطين يعني بعض الاتفاقيات أو الموثيق الدولية لم تنشر في الجريد الرسمي الوطني هناك جدل فيما إذا كانت ملزمة للدولة أم غير ملزمة في حال عدم نشرها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي العاقة نشرت وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية كافة الاتفاقيات تم نشرها صادقت عليها دولة فلسطين باستثناء اتفاقية السيدة والقضاء على كافة أشكال التعميز ضد المرأة والبروتوكول الخاص فيها هلأ فيه جدال قانوني هل عملية نشر الاتفاقيات والموثيق الدولية في الجريد الرسمية تضفي من شأنها أن تضفي صفة إلزامية في حين عدم النشر لا يضفي صفة إلزامية على تطبيق هذا جدل أثير في حينه ولكن الذي يضفي الإلزامية على دولة فلسطين هو انضمامها الطوعي واختيارها المصادقة على كافة المواثيق عملية نشر المواثيق في الاتفاقيات هو جزء من إشهار الالتزام أمام الجمهور أمام الهيئات الدولية جزء من أحد الالتزامات المترتبة ولكنه لا يعني عدم نشر الاتفاقية يعني عدم الالتزام يعني مرات بعض الناس يعتبرون تسكير لبوابط الجدل إنها سارية أو لمسارية أعتقد أنه هناك العديد من النقاش دار حول هذه القضية ولكن حسب يعني صار كثير دراسات ونيقاشات في التجارب العربية والدولية المقارنة يعني لا تجارب بتشبه سياق الفلسطيني لا هو عملية نشر الاتفاقيات في الجريد الرسمية في ظل هذا في ظل الحال الفلسطيني اللي هو تعرف أنت المنظوم القانوني الدستوري خلت من وضع ترتيب للاتفاقيات الدولية لم ترتبها حسب الأولويات لم توضح الالتزامات المترتبة على مسألة المصادقة أو النشر أو الموضوع التقاضي إلى آخر في ظل هذا الغياب النشر جزء من أي إجراء ولكن لا يضفي أو لا يضفي يعني يضفي أو لا يضفي عدم الالتزام الالتزام ترتب بمجرد المصادقة علما أنها هي مصادقة غير مشروطة غير مقيدة ضمن مفهوم التحفظات اللي هي الاندمام يعني عمليا الاندمام بدون تحفظ إلى كافة هذه الاتفاقيات والمواثيق يأخذ نفس المركز القانوني لعملية المصادقة صحيح المصادقة من لحظة المصادقة عشان هيك جزء من منذ بدء المصادقة بدأت دولة فلسطين تقوم بعدها تقرير رسمية لو بنستنى النشر اللي هو صار متأخر على التقارير كان ما عملنا التقارير بتشارك فيه أعمال لجنة الحوار البناء في جينيبو عبر لكل الاتفاقيات بتقوم برفع بتقديم المعلومات للجهات الدولية مثل اللي جاء في حال طلبها تقوم بمتابعة توصيات أو تقوم بالإجابة على الأسئلة اللي وضعتها اللي جاء هذا بمجرد الانضمام والمصادقة وليس بمترتب على النشر ممتاز طيب أستاذ خلود فيما يتعلق بالفئات اللي خلينا نسميها الهشة أو الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع مثلا من قبيل المسنين بغض النظر عن المنظومة التشريعية الدولية شو بتحكي والفلسطينية شو بتحكي من توجهات الفعلية لدى الدولة بشكل عام ولدى وزارة التنمية الاجتماعية لتكريس الحماية لهذه الشرائح قلنا أخذ المسنين كإحدى الشرائح كمثال نحن كوزارة بالتنسيق مع كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من 2012 نحن قدينا مسودة قانون كبار السن لكن للأسف عبر الحكومات المتعاقبة لم يتم اعتبار هذا القانون هو من الأولويات علما أنه بالاطلاع على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تجد أن منظومة الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الشامل بتغطي كل الفئات وهناك بنود خاصة فيه كبار السن لكن مؤخرا من حوالي سنتين ردينا قاعدنا تعديلات معينة على قانون وزارة التنمية الاجتماعية وكان في هذا المسودة أحكام خاصة لكل فئاتنا بما فيهم فئات الكبار السن المسنين صحيح إيش اسمه تحديدا؟ قانون وزارة التنمية الاجتماعية اللي له علاقة بالإطار العام لدور ومهام وزارة التنمية الاجتماعية اللي بندرج تحته فئة المسنين وكبار السن وأكدنا على حقوقهم الاجتماعية حقوقهم بالمساعدات النقدية شو طبيعة الخدمات اللي تقدم لإلهم أيضا شو طبيعة المراكز اللي ممكن أنه يلتحق فيها هذه الفئة أسوأ مراكز إيوائية أو مراكز نهارية اجتماعية ترفيهية يعني كانت النصوص واضحة أيضا لدينا على صعيد البرامج لدينا في وزارة التنمية الاجتماعية حاليا يجري التحضير بشكل رئيسي على مسودة خلينا أقول البرنامج اللي له علاقة بالمساعدات النقدية لهاي الفئة على الخصوص لأنه البرنامج العام للأسف تم استبعاد العديد من أفراد الفئات المسنين وبالتالي تم مراجعة هذا البرنامج لضمان أنه يكون شمولي أكثر في حقوق الأشخاص كبار السن وقريبا سيتم إطلاقه إن شاء الله طب دور رعاية الأشخاص كبار السن يعني ما هي الطريقة التي تم التعامل مع ذلك ترخيصها إعطاءها الإذن بالعمال يعني أولي شكرا على السؤال السؤال كثير مهم فيما يتعلق في المراكز حتى اليوم نتيجة عدم صدور قانون فلسطيني بيحكي على ترخيص هاي المراكز ما يتم العمل عليه اليوم هو أي جمعية وكثيرا لأنها جمعيات كبيرة من خلال أحد أهدافها أنه بنشئ مركز سواء إيوائي أو نهاري وبالتالي بتم الترخيص فقط من خلال شهادة خليني أقول ترخيص مهني لكن إحنا كوزارة بالسنوات الأخيرة أعدينا معايير جودي لهذه الخدمات ومعايير جودي للمكان اللي ممكن يكون فيه خدمات الخدمات الإيوائية أو النهارية لكبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة للأطفال لكلها حاليا بالمسودة الجديدة اللي طرحناها بالأشهر الأخيرة حكينا على مسألتين مهمات وهم هذول بيحوكموا ما يضمن الارتقاء في منظومة الحماية بشكل العملي الإجراء الأول أنه أنا كيف أرخص هاي المراكز الإجراء الثاني اللي هي حوكمة المهن الاجتماعية عشان أنا أكون ضامنة مين يشتغل في هاي المراكز هذا موضوع كتير مهم لأنه للأسف في عندك عدة انتهاكات فيه داخل المراكز لأنه نتيجة عدم التخصص أو نتيجة عدم القدرة على جودة الخدمة وبالتالي لما منرخص إحنا المهن وبيصير فيه تدريبات معينة سواء من نقابة الأخصائيين الاجتماعيين أو أيضا تدريبات خاصة إحنا كوزارة ممكن نعملها بالتنسيق مع المجتمع المدني المختص في هذا الموضوع أعتقد المسألتين هدول بيعملوا نوعا ما ارتقاء في منظومة الحماية الاجتماعية طب أستاذي خديجي لو فرضنا أنه قضية الأشخاص كبار السن هي المثال اللي بنعتمد عليه في التوجه للتطوير منظومة الحماية في فلسطين نخذها كمثال يعني من وجهة نظر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ما الذي يجب أو ما المتوقع أو ما التوجه للقيام بخطوات محددة لضمان الحماية للأشخاص كبار السن يعني من وجهة نظر الهيئة كمثلا تعديل على الخدمات تعديل على القوانين إلى آخر عملية توفير الحماية لكبار السن نحن اشتغلنا على موضوع ما هي الخدمات المقدمة لهم في دور الرعاية وكتشفنا هناك فجوة كبيرة بموضوع تقديم الخدمة والإشراف عليها وحفظ أمنهم الشخصي والحفظ على خصوصيتهم والعديد من الحقوق حقيقة يعني الدواء والغذاء وجدنا أن هناك تغرى كبيرة وضعف في اهتمام بموضوع حقيقة كبار السن وكأنهم فيها أكثر تهميشا من باقي الفئات المهمشة هم بحاجة أولا ليس فقط لا يعني لا يمكن الحديث على إذا بنحكي على اللي كنا نحكي فيه في بداية الحلقة ما هو أين الفجوة من أين نبدأ لا هو منظومة متكاملة نحن بحاجة لقانون وحتى الآن يعني مثل ما أفادت الأستاذ خلود لا نعرف لحد هلأ لماذا ما طلعه القانون يعني فيه محاولات ما يزيد على عشر سنوات وجود مسودة قانون جاهز للنقاش للنقاش عدتها التنمية الاجتماعية هذا الإطار القانوني يواكب رزمي من الخدمات التي يجب أن تتوفر من خلال المراكز القانونية ومراكز المسؤولية الأخرى يعني قد تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي جسم منسق لهذه إلى موضوع توفير الحماية ولكن هناك دور على وزارة الصحة موضوع الرعاية الصحية في العديد من كبار السن تعرف يعني موضوع التأمين الصحي وجدنا أنه كبار السن هم صاروا أشخاص دوي إعاقة وفقراء وهناك نسبة كبيرة منهم فقراء ودوي إعاقة بذات الاتجاه هناك إذن احتياج لحماية اقتصادية وأمن اقتصادي هناك بحاجة إلى توفير الرعاية الصحية هناك بحاجة لجهات أخرى مقدمة للخدمات مثل البرامج المساعدة المالية المستديمة لهم صحيح خاصة في ظل عدم وجود معلين في الأسرة صحيح بالضبط ولا يتوجب أن يكون كبار السن عبء على أولادهم حقيقة أو أقاربهم لأنه إحنا بالبيانات التي أخرجها الجهاز المركز الإحصاء الفلسطيني من يقوم برعاية كبار السن هم الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الجيران يجب أن يتم احترام كرامة كبار السن وتقدير دورهم بالحياة يجب أن يتم وضع برنامج أو دراسة تبين الحالة الاقتصادية لهم لتوفير بدون طلب لا يجب أن يكون ضمن مفهوم المساعدة يعني هي باخد منحة لأنه فقير لا هو باخد مبالغ مالية أو مساعدة مالية لأنه هو يستحق لأنه قدم سنوات عمره وشبابه وفداء لهذا البلد وللعمل ولا إنشاء أسره فهو استحقاق هو حق نعم صحيح وهكذا الأشخاص دول عقق خاصة الذين أصيبوا في وهم ضحايا لمبارسات الاحتلال المستوطنين هلأ نسبتهم عالية كثير رح يكون بعد تزداد طبعا لدينا حوالي عشرين ألف شخص من المصابين في قطاع غزة الآن أصبحوا من الأشخاص دول العقق أستاذ خلود كيف تنظرين إلى قضية التعاون بين القطاع الأهلي والقطاع العام فيما يتعلق بتكريس منظومة الحماية وخاصة الفئات المهمشة يعني هل هناك تداول أو تدارس لعملية التعاون والتكامل في الأداء وتبادل الأدوار والتعاون أم ما الذي يجري حاليا في هذا الملف لأننا بصدد العمل على تنمية قدرات القطاع الأهلي لتكريس منظومة الحماية الاجتماعية وهذا سيكون أفضل وأقوى في ظل التعاون والتشارك بين القطاعين العام والقطاع الأهلي تمام هذا السؤال كثير مهم لأنه بخصوصيتنا الفلسطينية القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني هي سبقت السلطة وكانت جزء من الحالة النضالية اللي إحنا أخذناها كفر وما زلنا منخوضها للأسف الحكومة حتى لما كانت الحكومات السابقة ما كنا حكومة تقشف يعني أنت شايف أنه إحنا من سنوات اسمنا حكومة تقشف نتيجة إجراءات الاحتلال والتضييق الدولي علينا والسياسي المجتمع المدني هو شريك رئيسي وأنا بقدر جدا جهود مؤسسات المجتمع المدني اللي بتقدم خدمات لكل الفئات المهمشة مش أيضا خدمات أيضا مساعدات سواء في الضفة الغربية أو بقطاع غزة وأيضا في القدس وتعاني ما تعاني هذه المؤسسات لأن هذه المؤسسات زي ما أشرت أنها جزء كبير بتشكل مساحة كبيرة من منظومة الحماية الاجتماعية وتقوم بدورها وإحنا كوزارة تنمية اجتماعية لما أسسنا برنامج السجل الاجتماعي الوطني ومن أسس لأنظمة التحويل استندنا بشكل رئيسي على جهود وقدرات وإمكانيات المجتمع المدني والجمعيات عشان لما أنا مثلا بدي أحول شخص من ذوي الإعاقة على مؤسسة حكومية كان عندي كانت السعة فل أنا دغري بحول لمؤسسات المجتمع المدني أيضا كتير مهم أنه نشير أنه جزء كبير من مؤسسات المجتمع المدني بتقدم خدمات ما بتقدمها الحكومة بشكل رئيسي وإحنا منعتمد على المجتمع المدني في الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهلية رغم أنه إحنا عندنا مراكزنا وعندنا خدماتنا إلا أنه المجتمع المدني أنا بعتبره جزء أصيل متوسع أكثر الأطراف الصناعية أدوات مساعدة مثلا كمان المنظومة خليني أقول السياساتية إحنا لما بنجي نخطط لأي استراتيجية أو أي نوضع أي سياسة الشريك الرئيسي اللي بنجري تشاور مشاورات معه هو المجتمع المدني أيضا العلاقة كتير بتكون أنا بعتبرها علاقة كتير جيدة فيما يتعلق بالمشاريع اللي بتيجا على البلد لأنه إحنا بنتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني حتى التمويل إحنا منحاول أنه إحنا والعديد من مؤسسات المجتمع المدني أنه نشوف على شو إحتياجات البلد ومنرسم ومنخطط لهذه المشاريع سوية طيب على مستوى الفئات المحددة مثلا قضية الأشخاص دول إعاقة فيما يتعلق بهذا التوفير الحماية الكامل نعم نعرف أن الأشخاص دول إعاقة جزء منهم بياخدوا تأمين صحي عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية صحيح هذه الموازنة الخاصة بالتأمين الصحي المرسود للأشخاص دول إعاقة ومش كلهم بياخدوا وانت بتعرف أنه فيه تدليه وإشكاليه خاصة بعد نظام التأمين الصحي في سنت 22 الخاد في الواحد وعشرين بعد الإضراب الكبير صحح صحر صحر هذا الموضوع إلى أين يعني من أين تحصل وزارة يعني هل هو مخصص ميزانية تغطية نفقات التأمين الصحي للأشخاص دول إعاقة وبعض المسنين والأسر اللي يعني تستحق اللي هي المساعدات المالية عن طريق المساعدات الكاش تمام من دقائق الشرط أنه إحنا عنا برنامج مساعدات نقدية مخصص للمسنين أيضا في عنا بتم حاليا العمل على برنامج مساعدات نقدية خاص للأشخاص ذوي الإعاقة لأنه معادلة الفقر كانت تتخرج ناس فعلا مستحقين وبالتالي تم إعادة تقييم البرنامج فيما يتعلق بالتأمين الصحي هو برنامج كبير في الوزارة بيقدم لكل الفقات المهمشة والضعيفة لكن إذا بدنا نيجي نكون واقعيين أو دقيقين بالمعلومة لا هو لا يغطي كافة الفقات تحديدا الأشخاص ذوي الإعاقة عشانك أنت بتعرف أنه صار في حراك في الواحد وعشرين وعشرين وعلى ضوءه تم إصدار نظام للتأمين الصحي لكن هل هذا النظام حاليا هو مطبق وشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أنا بلغتني الإدارة من أشهر أنه هو غير شامل وبالتالي ردينا شكلنا لجنة لإعادة الدراسة ونشوف وين الإشكاليات اللي فيه هذا النظام وإطاره كتير مهم لأنه أنت شايف على ضوء ما يجري من تداعيات الحرب العداد تبع الأشخاص ذوي الإعاقة بتزايد وبتسارع والأعداد عم بتزيد عندنا وبالتالي أنه تصبح الأشخاص ذوي الإعاقة في تداعيات الحرب هو من أولويات الحكومة الحالية طيب أستاذي خديجي يعني في حال أنه هذا هو الوضع ما هو المطلوب حسب وجهة نظرك من منطلق مفهومك لحقوق الإنسان ووثيقة دولية ذات العلاقة لكي نضبط هذا الأمر بحيث يصبح أكثر قربا من إمكانية تحقيق الحماية الفعلية لا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا المسنين ولغيرهم يعني ما الخطوات التي تنصحينا بها كي نتمكن فعلا من الاقتراب أكثر وهنا بنحكي الاقتراب أكثر لأنه إحنا تحت احتلال لأنه إحنا في الظروف قاسية جدا اقتصاديا لا تمكننا من تحقيق كافة أهدافنا مرة واحدة يعني نتدرج بشكل منطقي بعيدا عن الأطفاء النيران وسياسة التخبط العشوائي نحو مأسسة حقيقية لمنظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات يعني ما المطلوب شوي شوي عشان نوصل مثلا في موضوع الأشخاص الدولاء وموضوع المسنين هو أعتقد أنه يعني إذا الواحد يكون منسج مع السياق وذا ما نحكي على إيش رؤيتنا بدنا واقعيين وموضوعين واقعيين بنحكي عمليا لما نحكي عشرين ألف شخص دوي عاقة حتى الآن والعدوان الإسرائيل على القطاع لم يتوقف وهناك العشرة ما يزيد على عشر تلاف شخص مفقود يمكن يطلع منهم جزء دوي عاقة إلى آخره يعني أو مسنين إحنا ولا يمكن أستاذ زياد يكون فيه منظومة حماية اجتماعية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بهذه الصورة المكرسة على السياق الفلسطيني يجب الالتزام أولا بالقرارات الدولية وخاصة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية والصادرة الأسبوع الماضي عن الجمعية العامة لحقوق الإنسان بإنهاء الاحتلال خلال فترة معينة الاحتلال أكبر ممع عوق لموضوع الحماية ليس فقط لكبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة الشعب الفلسطيني حاليا كله بحاجة إلى حماية اجتماعية نسبة الفقر مرتفعة جدا عدم التمتع بالأمان والإحساس الشخصي هناك ما يزيد على يمكن ستين ألف شهيد صار بده يسير لنا بتمام العام يعني فأي منظومة حماية إحنا بننطالب فيها السلطة في ظل المقاصة في ظل القرارات التعصفية المالية كوسيلة للعقاب والضغط على دولة فلسطين قطع رواتب الأسرة إلى آخر تعويض صدر قرار أعتقد مبارح للاقتصاص من المبالغ المحاولة للسلطة لتعويض الأسر الإسرائيلية اللي فقدت يعني فقدوا الحق بالحياة يعني أنا بعتقد أنه إحنا هلأ موضوع الحماية الاجتماعية بحاجة نحكي فيه بطريقة مختلفة عن ما قبل السابع من أكتوبر موضوع أن نطالب دولة فلسطين تعالي أعمل يهتم السنهاية بضول إعاقة ونعمل خطة استراتيجية لكبار السن سنقف عاجزين أمام التطبيق يجب الالتزام كما هي الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان تلزم دولة فلسطين هناك اتفاقيات دولية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيل بنهاء احتلالها والالتزام بتوفير الحماية لأنه إحنا دولة تحت الاحتلال نحن بحاجة للحماية الاجتماعية نتيجة التدمير الممنهج والعدوان المستمر والإبادة الجماعية فأعتقد أنه إحنا بحاجة ل تفعيل منظومة دولية للحد من ممارسات الاحتلال خويت جديد لموضوع الحماية قلع الاحتلال يعني إذا بدأت طالب السلطة مثلا تزيد موضوع الحماية أو تعيد النظر الوزارة التنمية الاجتماعية موضوع رزمة الخدمات الصحية لكافة فئة الدولية طب ماشي تم إقرار نموذج قانون نموذجي ولكن أين يمكن توفير إذا الإمكانات المالية وأحيانا بدنا إمكانات طبية إذا قامت دولة الاحتلال بعدم وكثير كانت أحيانا تعملها بعدم السماح بالسيراد أو بدخال الأدوات المساعدة أو الأدوات الطبية المساعدة اللازمة كيف سأقوم بتنفيذ القوانين وتنفيذ السياسات صحية أستاذ خلود فيما يتعلق بملف الأشخاص دول العاقة وقضية الحماية فيه هناك اللي هي بطاقة الأشخاص دول العاقة وفيه هناك كمان المجلس الأعلى اللي هو الجسم التنسيقي بين القطاع المدني أو القطاع الأهلي والدولي والقطاع الحكومي هل هناك على خطة وزارة التنمية توجهات لأيضا قانون حقوق المعوقين الجديد المقترح إلى أين وصل يعني هذول الثلاث نقاط البطاقة والمجلس وأيضا قانون حقوق بصفتها يعني بعض الأدوات أو الجسور التي توصلنا إلى حماية اجتماعية حقيقية للأشخاص دول العاقة تمام فيما يتعلق بالبطاقة الأشخاص دول العاقة أعتقد بالمنظور الدولي الحقوقي أصبحنا أنه إحنا كتير مهم أنه لو كل مؤسسة حكومية وير حكومية بتأدي الدور حسب الحقوق للأشخاص دول العاقة بعيد عن مفهوم البطاقة كبطاقة منظومة الحماية بمفهومها الشامل الواسع فيما يتعلق برنامج خدمات برنامج خدمات شامل كامل وهذا حق من الحقوق ولا غير قابل للنقاش المجلس الأعلى للإعاقة لضرورة هذا المجلس أصلا الاتفاقية الدولية أشارت لمثل هذا الجسم مادة ثلاث ثلاث بالضبط أنه إحنا أكدنا عليه أو أشرنا له بأحكام القانون للأشخاص والإعاقة الجديد لأنه حسب القانون الأساسي أنه ما فيه إمكانية أنه ينشأ أي جسم إلا بقرار من الحكومة وينظم بقانونه وبالتالي قانون الأشخاص والإعاقة الجديد يتناوله لكن الإشكالية تتعلق أصلا المجلس الأعلى أستاذ خلود هو مقرب مرسوم مرسوم رئاسي وتم موافقة إذا بدك تيجي تحكي على المجلس الحالي لمقرب مرسوم رئاسي لا هو أنا بشوفه غير مفاعل يعني هو مش مفاعل أكيد أنا تم إلغاه من قبل بل لكن القانون الجديد أكد على هذا على هذا المجلس أهميته وكذا لكن الإشكالية اللي هي أين وصل القانون بتحيل من أنه القانون يمشي قدما أول إشي الإطار اللي حكت فيه الأستاذة خديجي هو كتير مهم أصبح جميع أبناء الشعب بحاجة لحماية اجتماعية وتبدأ من موضوع تنفيذ القارات الدولية اللي لها علاقة في أنهاء الاحتلال ثانيا تكاتف الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لضمان أنه هذا الشعب يتمتع بحقوقه أهو لكن إحنا عدينا دراسة طبعا قبل الحرب بتكلفة قانون الأشخاص زوالإعاقة والدراسة عملت زي نوع من مش التخوف بقدر ما هو التحضير بدقة لما بيكون فيه موازنات أو لما بيكون إحنا فيه دولة عندنا موازنة مش موازنة طوارئ أكيد رح تمشي في هذا القانون حسب ما ناقشنا هذا الموضوع داخليا كوزارة إن شاء الله أنه الأمور بتكون على أجندة الحكومة سنة الخمسة وعشرين من البداية إحنا رح يكون هذا القانون لأن القانون بتضمن على أحكام أنا كتير يعني عجبتني لما كنا نشتغلها وأنت بتتذكر أستاذ زياد والأستاذ خمسة التنفيذ التدريجي لكافة أحكام هذا القانون والمسؤولية ليست فقط على الحكومة بل هي على الحكومة وعلى المجتمع المدني والمجتمع المحلي وجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني وأيضا القطاع الخاص هذه الالتزامات اللي في القانون على الجميع مزبوط بس مسؤولية تنظيم ومأسسة قطاع الإعاقة هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة وهذا اللي بنا نتعاون فيه يعني لقدام من أجل تكريس يعني كافة القضايا بتعلقها في كافة الفئات أكيد أستاذ خديجي فيما ما تبقى من الوقت بنا نحكي على مثلا دور الهيئة الفلسطينية المستخلة في حال وجود ضعف في التشريعات أو عدم انسجام في المواثيق الدولية أو في وجود شكاوى من أشخاص لم يطلقوا الحق في الحماية أو لم يطلقوا خدمات الحماية وهم من أصحاب الحق أو في حال تقصير أي جهات مهما كان نوعها أو يعني فلت أو إفلات أي جهة من التزام بتحمل مسؤولياتها نحو تكريس الحق في الحماية لأي فئة من الفئات ما هو الدور الذي يجب على الهيئة الفلسطينية المستقلة القيام فيه أنا نعرف أن الهيئة هي مؤسسة دولة وليست حراك في الشارع مش مهمتها تنظيم مظاهرات واحتجاجات بالشوارع مهمتها هي يعني دعم ثقافة حقوق الإنسان والدعم وممارسات حقوق الإنسان في فلسطين إحنا بنشغل على أكثر من صعيد بشأن موضوع الحماية وخاصة الأشخاص دولة وإعاقة من الجنسين يعني من كافة العمل مش بس الأشخاص دولة العاقة بشكل العام بشكل عام يمكن لأنه آخر كان عمل اللي هو كان موضوع اللي هو موضوع الحماية كان مسودة مشروع قرار بقانون حماية حقوق الأشخاص دولة وإعاقة إحنا بنشغل على أكثر من مستوى أكثر من صعيد على مستوى مثلا إذا كان هناك فجوة حقوقية في أحد التشريع مثل عملنا على موضوع المسودة ضمن اللجنة المختصة بإضافة تعديلات ومقترحات وتقديم الرأي الاستشاري للحكوم موضوع متنقق مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص دولة وإعاقة أو حماية الأسرة من العنف نقوم بعمل تقديم الرأي الاستشاري من خلال اللجان اللي بتم تشكيلها من خلال دورنا في لجنة الموائمة من خلال مراجعات نبدون طلب للعديد من المواد والنصوص القانونية والأحكام القانونية التي تعيق أو تتعارض مع موضوع الحماية الاجتماعية نقوم أحيانا بالاجتماع مع الوزراء مع مجلس الوزراء مع الجهات المختصة هذه جلسات استماع بسموها أو جلسات مراجعة كما نقوم بعقد ورشات وجلسات نقاش واستماع العاملين في موضوع الأشخاص في موضوع الحماية كذلك نقوم بعملية استقبال الشكاوى من قبل المواطنين الذين يقومون بتقديم شك واللهيئة نتيجة ممارسات تعتبر بالنسبة إليهم فيها تمييز فيها عدم وصول الحق إليهم من قبل المكلفين أو مقدمين الخدمات نقوم بأعمال التوعية بالشراكة مع الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني على موضوع الحماية وتفعيلها طيب أدوار إليها علاقة بالوسائل المباشرة للجهات الحكومية هل هناك استجابة فعلية من الوزارات أو في تطنيش أو عدم تجاوب يعني لما نيجي نحكي على موضوع الحماية هو بيصير مش يعني تطنيش أو عدم استجابة إذا بنطالب بحقوق رزمة مالية أحيانا بيكون الإجابة أنه ندرك أنه هذا حق لكن إحنا الجزء الموازنة المحول للوزارة كده غير قادر على كفاية كافة مثلا المشمولين بالحماية هناك أنا يعني برجع بأكد أنه موضوع الحماية هو موضوع اقتصادي سألن نحكي على الحماية الاجتماعية أو الاقتصادية بالدرجة هو موضوع اقتصادي قبل أن يكون حقوق إذا ما توفرت رؤية اقتصادية لكيفية تشكيل الموازنة وأعادة الاعتبار للدور الاجتماعي وللتضامن الاجتماعي داخل دولة فلسطين سيتم عملية موازنة لفئة معينة كبيرة جدا مقارنة بالأجندة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية نحن بحاجة لعادة تشكيل الرؤية باعتبار للعوامل الاجتماعية والمجتمعية والضمان والحماية الاجتماعية رائع أستاذي خلود أستاذي خديجي تحدث عن عادة تشكيل الرؤية أو يعني توحيد الرؤية بين كافة قطاعات المجتمع قبل ما ننهي بدي منك رسالة لكافة الأطراف ذات العلاقة أصحاب الحق أصحاب الواجب فيما يتعلق بكيفية العمل من أجل أن نقوم أو نتوجه إلى نظام أو منظومة حماية اجتماعية تنسجم فيها القوانين المحلية الوطنية مع المواثيق الدولية مع احتياجات الناس رسالة محددة واضحة لكل الجهات يعني أو كل جهة على حد يعني مش مش أكيد يعني ظروف الحرب وضعت البلد في مكان آخر في كل ما يتعلق بمنظومة الالتزامات والخدمات وكذا وبدأ أجي أحكي لك أنا كوزارة اليوم أنا قدرتي لا تتناسب مع الالتزامات المطلوبة مني وبالتالي علينا ضغط كبير وبالتالي الحل والرسالة هو تضافر جميع الجهود كل المجتمع أطياف المجتمع الحالية من مجتمع مدني من قطع خاص من حكومة لغايات الوقوف والتصدي لما يجري على الأرض في غزة والضفة عند استقرار الأوضاع إن شاء الله أكيد بيكون فيه الإطار اللي إحنا بنروح له باتجاه الحماية الاجتماعية مختلف تماما وأعتقد أنه بكل أسف إحنا بحاجة لسنوات لرقب الصدع في غزة على وجه الخصوص وبالتالي لا خيار لأنه أي طرف ينتقد التاني بقدر ما هو أنه إحنا نتعاون وننسق ونرفع الجاهزية أكتر حتى نستغل كمان جهود الشباب الصغار في التطوع في كذلك لغيات أنه إحنا نوقف على إجرينا وإحنا شعب عندنا تحدي كبير وقدر على الصمود والاستمرار أستاذ خلود يعني في النهاية أنا بدأ أشكرك على هذه الرسالة العميقة وبدعوك كمان لأنه مشاركة وزارة التنمية في إعداد الخطة اللي يستراتيجي لقطاع الحماية في شبكة المنظمات وفي قطاع الأهل في فلسطين أستاذ خديجي رسالتك الأخيرة لأصحاب الحق الأصحاب الواجب أعتقد كشعب فلسطيني تحت الاحتلال وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية وكافة الانتهاكات والجرائم اليومية المستمرة حيث تهدد وجودنا الإنساني يعني كفلسطينيين وبقاءنا على هذه الأرض أعتقد أنه إحنا بالفعل بحاجة لرؤية وطنية تنظر للإنسان بصفة إنسان فلسطيني تعز الصمود ولموضوع الحماية مش صاحب بناء على كرامات أو منح هي حقوق يجب بلورة رؤية وطنية فلسطينية على أساس أن الحماية هي حق للجميع خاصة في هذه الظروف الصعبة مشاهدين الأعزاء في نهاية هذه الحلقة لا يسعن لأن نتقدم بالشكر إلى كل من السيدة خلود عبد الخالق والسيدة خديجة زهران وأن ندعو كافة المواطنين القطاع الأهل القطاع العام وأيضا الأشخاص الأشخاص الذين لهم الحق في الحماية الاجتماعي هم أصحاب الحق أن يتوحدوا من أجل العمل على رؤية وطنية مشتركة لفكر وممارسات وثقافة الحماية الاجتماعية المبنية على الحق وليس على المنة أو المنحة أو العمل الخيري وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات الحماية الاجتماعية في فلسطين بين الواقع والطموح وإلى اللقاء في برامج أخرى وشكرا لكم اشتركوا في القناة